السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم لتفسير الأحلام يقول ابن سيرين في رؤية الساحر في المنام تدل على رجل فتان وكذلك الساحرة في الحلم تدل على الفتنة والشرور والذهاب للساحرة في المنام دليل على الخوض في مفاتن الدنيا ونسيان الآخرة وتشيئ رؤية التحول لساحرة في الحلم إلى تأجيج الفتن والكراهية بين الناس والساحرة في المنام بالعنون لا خير فيها فيما رؤية الساحرة تلاحقك في المنام تدل على التعرض للفتن في الدين ومن رأى الساحرة تلاحقه ويهرب في الحلم فهذا يدل على النجاة من ضرر أما رؤية الساحرة تلاحقك وتمسكك في المنام فتدل على الوقوع في شرور الآخرين أما رؤية الساحرة تريد قتلك في المنام فتدل على تربص الأعداء ومن رأى الساحرة تريد قتله هو ينجو في الحلم فهذا يدل على النجاة من ضرم وجور أما رؤية الساحرة تقتلك في المنام تدل على التعارض للضنم والغضر الهروب من الساحرة في الحلم دليل على النجاة من كل خطر ومن رأى أنه يهرب من ساحرة وهو خائف في المنام فهذا يدل على الحصول على الطمأنينة بعد الخوف أما رؤية ضرب الساحرة في الحلم فهذا دليل على التمكن من الأعداء ومن رأى أنه يضرب الساحرة في الحلم بالعصى فذلك يدل على القوى والنصر على الأعداء قراءة القرآن على الساحرة في الحلم دليل على النجاة من السحر وعمال الشعوذة ومن رأى أنه يقرأ القرآن على الساحرة وطاره في المنام فهذا يدل على الحماية والتخلص من الأعداء موت الساحرة في الحلم دليل منها التخلص من عدو ظالم ومن رأى الساحرة أن تموت حرقا في المنام فهذا يدل على النجاة من الفتن أما رؤية الساحرة في المنام للرجل فتدل على تعرضه للفتن والإغراءات وإذا رأى الرجل الساحرة العجوز في الحلم فهذا يدل على الغماس بدونها ومفاتنها وإذا رأى الرجل ساحرة تلاحقه في الحلم فهذا يدل على وساوس الشيطان أما رؤية الساحرة في المنام للفتات العزباء فيدل على دنيا وإغوائها وإذا رأت لهذا العزباء الساحرة الشيرة في الحلم فهذا يدل على تأخر زواجها وارتباطها بسبب الكاريين أما رؤية الساحرة في المنام المتزوجة فيدل على الفيتنا المحيط بها وإذا رأت المرأة المتزوجة ابنتها ساحرة في الحلم فهذا يدل على فسادها وسوء أخلاقها أما رؤية الساحرة في المنام للحامل فتدل على الشر والفساد وإذا رأت المرأة الحامل أنها خائفة من الساحرة في ذلك الحلم فهذا يدل على حصولها على الراحة والهناء أما رؤية الساحرة في المنام للمطلقة فيدل على الضلال والغي وإذا رأت المرأة المطلقة أنها خائفة من الساحرة في الحلم فهذا يدل على الحصول على الأمن والتخلص من السمعة السيئة أتمنى أن ينال التفسير عجابكم إلى اللقاء في تفسير جديد إن شاء الله